ركز معي خلال 24 ساعة لو اشتغلنا كمنطلع من ريال طيب تخيل ان الشغلة هذي داخل البيت تخيل انها ما تحتاج شي كبير طيب بس هلك سؤال ما قد مرة شفت ولد صغير يملك في حسابه فوق 100.000 ريال ولا اقول لك ما قد شفت شخص ما يطلع من البيت وعنده راتب فوق 10.000 ريال وهو داخل البيت طيب لو قلت لكن هذه الاشياء كلها ما تحتاج وظيفة الموضوع غريب ملومة تعال معايا وريك في المرتبة الاولى اللي هم القيمر ما يحتاج الا جهاز ويلعب في سنة 2019 القيمر هم اكثر ناس دخلوا فلوس مقارنة بعدد ساعات العمل هالعطيك احصائية بسيطة متخيل اللعبة فورتنايت في سنة 2019 قيمة اعلى جائزة وصلت الى 15 مليون دولار طيب متخيل اللعبة كاونتر سترايك في 2019 وصلت اعلى جائزة الى مليون دولار ارقام فلكية قاعدين نشوفها من ناحية القيامنج كثير منكم رح يسأل اسامة هذي كلها منافسات دولية طيب اذا قلت لك انك تقدر تلعب في السعودية وتحصل جوائز توصل لمية الف ريال اللي هو تطبيق ستي سي بلاي تطبيق يوفر لك جميع الاشياء اللي يتخص الجيمر يوفر هذا التطبيق متجر كامل مخصص للستورات وزيادة على كذا عنده مجتمعات خاصة بالجيمر اذا حابت تلعب مع اي شخص رح تحصل منافسك داخل التطبيق والشي اللي قبل الاخير عندهم بطولات مستمرة مخصصة للجيمر وصل الى مبلغ مية الف ريال في جميع الالعاب فيفا فورتنايش ايبكس لجند وجميع الالعاب الاخرى وزيادة على كذا في سحب رح يكون داخل التطبيق على مبلغ مية دولار موزعة على خمس فائزين الشروط انك تشارك في هذه التغريدة لقدامك ورح اسحب على خمس فائزين بشكل عشوائي انتظركم داخل التطبيق الرابط تحت موجود في الديسكريبشن والشي اللي بعده او 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 اوكي مو فايزوفر سلام عليكم ورحمة الله ثواني بس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بالجميع اياكم والله يا جماعة الخير بمجلس ماذا نفس ذقيلة طيب يا جماعة الخير مثل ما انتعارفين اليوم رح يكون 24 ساعة كم نقدر نطلع من ريال تذكرون الجزء الاول من هذه السلسلة حرفيا فيه كثير استفاد وصار يرسلني وسامى الله يعطيك ألف عافية على الشي اللي قاعد تسويه اليوم التحدي هذا رح يكون على ثلاث جزئيات ذكرنا في الجزئية الاولى انك تقدر تلعب وبرضو تقدر تجيب فلوس الجزئية الثانية الناس اللي معهم جوال وبي سي كيف يقدرون يستفيدون من هذا تحسبون اني نسيتكم لا والله لا والله مقطع اليوم أبغى أستهدف الكل من ثمان سنوات إلى ما لا نهاية برضو الناس اللي ما عندها أجهزة ولا عندها أي شيء لا تحسب النفاتك القطار رح أعلمك برضو انت كيف تقدر تشتغل وتجيب فلوس قبل ما أبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع إذا كنت تشوفني الآن لا تنسوا تضغط على لايك وتشترك في القناة وقلنا شوي ونوصل ثلاثمية ألف أخ وأخ داخل هذه القناة ولا تحرمنا من زر اللايك لأن اللايك حرفيا يأثر في النفسية بشكل مرة كبير ألمس اللايك لا تضغط ألمس المسة بسيطة بس وإن شاء الله لأمور زينة حقي الجوالات والبيسي ركزه معاي قد استفدت من الجهاز اللي معاك الآن بنسبة كبيرة الناس بتقول لا طيب وش رايك أعلمك شغلة الآن رح أسويها قدام عيونك وخليك تشوف كيف قاعدة سويها وكيف هي سهلة تقدر تدخل فيها مبلغ يوميا ما رح أقول مبلغ كبير ولكن يوصل من ثمانين دولار إلى ما لا نهاية اللي هي التصميم والمنتاج كثير يستهين فيها وهي شغلة بسيطة مرة قررت في هذه الحلقة أني أصمم ومنتج للناس وأشوف كم أقدر أطلع من ريال وعلمك كيف تقدر تسولف معهم وتقنعهم بس خلني أغير اللبس وارجع لك وصلت مع يوتيوبر كثير عن الستجرام مو كثير مرة هنا واحد مبتدئ وكل الناس اللي أشتغل معهم رح أحط روابط قناتهم تحت في الديسكريبشن واحد مبتدئ وواحد والله سوبر هيرو حرفيا الشخص الأول طلب مني أني أسوي له بانر حقنا وشعار وثمنيل المقطعة سلام عليكم عبود هلا وساما يا مرحبا هلا بسطورتي لو حط أني يحتاج لك وشي عبود صد صدق عشان تركز رجيسيوب يحتاج لأشياء هذه بانر ولوغو وثمنيل صحيح عندي مرة إيه صح إي أنا شايف البانر يبغال تعديل صدق وش رايك عبود أني أشتغلك أصلح لك بانر ولوغو وثمنيل المقطعك الأخير اللي قعد تمنتجه الحين وتعطيني بس خمسين دولار لو ساما أيوا أيوا هاللوغو توقع أني مرحة غيرها حلو ايه أبي البانر أبغيرها ايه وعندي مقطع جديد وحشان ثمنيل فقط أبي ثمنيل خلسة واربعين دولار هذي مرة قريلة يا أخي أرفع بعد شوي لا لا ولا خسف باقي نصلح لك في مرة راح نرسلها الآن العبوت وننتظر ردة فعله ما أدري الحين ونبدأ في الشغلة الثاني الجديد راح نتواصل مع الشخص الثاني ونشوف الشيبقة وبحاول برضو أني أضغط عليه وخليه يحتاج أني يغير البنار وبرضو اللوغو وممكن أخذ منا ثمنيل إن هذا 50 دولار وهذا 50 دولار كم مئة دولار أو عقارب 400 ريال في كم ساعة 3 ساعات 4 ساعات كم كالك 4 ساعات ثل....نبدأ السلام عليكم عليكم السلام بالعادة الناس يأخذون على البنار وعلى اللوغو وعلى الثمنيل تمام بالعادة الناس ترى يأخذون من 100 دولار على حسب احترافيته وسنواتها إلى ألف دولار بما أنك توك مبتدئ وقاعد أشوفك متحمس في اليوتيوب ما شاء الله هما راح أعطل عليك المشور راح أخذ منك 35 دولار على الثلاثة أشياء ذي كلها متخيل؟ 30 خمس عشان تكفي يا رجال في دراسك أبدأ في لعبة في رأسك تبغى تسوي عليها للشخصيات إذا معني أنك أبدعت البنر أقسمه بالله العظيم أبدعت وتألقت شكرا شكرا يا أخي شكرا صلى الله العظيم تدري من بداية إلى حد الآن ما غيرت البنر لكن بإبداعك فضل الله طبع أبداعك غيرته شكرا يا أسامة يا حبيب طيب يا جماعة الخير رأيكم نبدأ الآن الناس اللي ما عندها لا جوال ولا كمبيوتر ودائما طلعتها كثيرة أول شيء قررت تسوي أني أطلع أوصل طلبات في مدة ثلاث ساعات كم راح أقدر أطلع من الريال في الثلاث ساعات هذه طيب عندنا يا جماعة الخير الطلب الأول طلب الأول طالبين من البقالة طالبين من مناديل راح ندخل ونأخذ منها السلام عليكم مناديل يا شيخ مناديل 200 حبة الله أعطيك العافية يا حبيب أعطي مناديل 200 حبة لا لا كيف كيف كبير كبيري أمكسابك 28 عطنا الشبكة أعطيك العافية أتمنى لك السعادة الدائمة يا حبيب قلبي أهلا تسالي تدوم الإبتسامة يا حبيب مع السلامة خذ المناديل يا جوعة الخير روح نوصلها الحيب مدري صوت يواضح ولا لا ولكن لازم أجل اللي ضاع حقة الكامر راح أدخل الصدلي أو أطلع السلام عليكم أهلا وسهلا دكتور أبغى فيتامين سي دكتور أبغى فيتامين سي وبانادول STCB ينفع جرب جرب لطيك العافية شكرا شكرا خبنا شكرا السلام عليكم أهلا وسهلا حبيبنا أهلا وسهلا حبيبنا عطني في وجز وجز ماذا؟ وجز وجز؟ اي وجز كم وجز؟ في وجز هذا؟ وجز أي طفل؟ موية موية أنا بخير أهلا بخير كيف تريد؟ أهلا بخير أهلا بخير شكرا جمعنا يا جماعة الخير ما يقارب 95 دولار لما نحولها للريال تطلع بمبلغ 370 ريال هذا كان عملنا خلال 24 ساعة يا جماعة الخير هذه اللي تمر فيها تحتاج أن يكون عندك مبالغ مادية تقدر تسوي فيها أي شي تبغى تطلع تبغى تروح تبغى تيجي وبالحيان تستحي أنك تطلب من أي أحد حولك أنت بالحيان توصل أنك ما تقدر تطلب من أبوك أو أخوك أو أي كان من كان في هذا الزمان لازم تصنع الأمان أمان إيش؟ أمان المبالغ المادية حبيت أني أشارككم التجربة هذه للسلسلة الثانية ارسل لأي شخص عندك رحلين أنا أقدر أستغني على اليوتيوب وأقدر أعيش حياة ممنتج أو حياة مصمم والله العظيم أني راح أدخل مبالغ أعلى من اليوتيوبر واللي رفع سبع أني أقدر أدخل مبالغ أعلى من اليوتيوبر بشكل كبير أنا يوتيوبر وأعرف مصادر الدخل لو تميزت وتمكنت وخاصة في المونتاج والتصميم راح توصل مكان ما قد شفته وأتمنى في مقطع اليوم أنك خذت في النفايدة بسيطة إذا وصلت هذه الدقيقة علمني كم معاك الآن في الصراط أنا بوريكم كم معاك حسنوه معاك كثير صح؟ أنا أشوف أنكم تخلونها في الحلقة الجاية كتبوا لي تحت كم كل واحد معاك الآن شوفكم في الحلقة الجاية سلام عليكم